تطوير النماذج الأولية للطائرات المسيرة في سياق ديناميكية التغيير التكنولوجي الذي تسعى إليه الجزائر ميدان يكتسي أهمية فاعلة في مختلف المجالات ويستدعي مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع في مجال الإنتاج والتسويق ما أكده المشاركون في يوم دراسي حول الموضوع الجزائر لديها إمكانات كبيرة في هذا المجال العديد من شباب من الباحثين من أصحاب شركة نشيئة اليوم أنجزوا ديب خوتوتيب يعني أنها ليست أولية للطائرات المسيرة بعض منها يعمل في المجال الهاردوير والبعض الآخر في السوفتوير كل هذه الطاقات وهذه المواهب هدفنا اليوم هو أن نجمعها حول يوم دراسي لكن نكتشف أكثر هذه المهارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يسعى في السبيع المقبلة إن شاء الله من إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة ومن بين فروع الأنظمة المستقلة الدرونات الطائرات المسيرة تخصص يستقضي باهتمام الشباب المبتكرين الراغبين في تقديم حلول عملية في مختلف القطاعات من الفلاحة إلى مجال الدفاع والمناجم وكذا مكافحة الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات يوم الدراسي عرف مشاركة فاعلين متخصصين في تصميم هذه التكنولوجية لدراسة الآفاق والمشاريع المستقبلية كما كان فرصة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين لاكتشاف الإمكانيات التي توفرها هذه التقنية المبتكرة